اشتركوا في القناة 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 هذا الفضاء هو الجهز بطريقة يعني تستجيب لدفتار تحملات التي تدعيجا لكانت وضعاته الوزارة الواصية ونحن نطمحون ان شاء الله التعميل دي لها التجربة على باقي المناطق كما مبرمج في الميزانية دي للمؤسسة هات السنة والسنوات الموالية اليوم نشهد حفل توقيع اتفاقية هامة جدا تهم تسيير وتدبير وحدات لرياض الأطفال الحضانات للأطفال اللي براغينستين مبين صفر وثلاث سنوات واللي كيتم الإحداث ديالهم من خلال المؤسسة المحمدية لوزارات العدل في الادارة المركزية في الوزارة وكذلك في مختلف محاكم المملكة والادارات التابعة لها اليوم كين افتتاح فعلي ديال حضانات ديال إدارة المركزية للوزارة العدل وكذلك محاكم الاستيناف ديال الرباط وان شاء الله يتبعها وحدات أخرى بشكل تدريجي لتشمل جميع المؤسسة التابعة للوزارة العدل للصعيد الوطني والمؤسسة المؤسسة 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 بالخبرة ديالة والجربة ديالة في المجال التعليم الأولي كتوضعها اليوم رهنا إشارة هذا المشروع هذا الهام جدا اللي كيستهدف جميع الموضفين الموضفات ديالة وزارة العدل من أجل بشي يستفدوا كذلك من دور حضانات دات جودة عالية بكل ما يتعلق بتجهيزة ديالها ولكن خصوصا بالمكونات يعني بالمربية المربية اللي غدي يشتغلوا فيها وكذلك البرامج المرجمة تفتوح والإبداع ان شاء الله اللي غدي نستعمله والأدوات العمل والألعاب اللي غدي يستفدونها للأطفال وكذلك الملاحظة ديالهم ومتتبع ديالهم بجمع ملاحظة أي شيء اللي ربما ييبان غدي يكون تأثير على المستقبل ديالهم من ناحية الصحية ومن ناحية النفسية ديالهم بشي يتم كذلك تدرك ديالها تشهد في سن جد مبكرة وهذا بتبع التحل كيدخل في اهتمام القاوية لصاحب جل نصرها الله بكل ما يتعلق بين الإنسان والتنمية البشرية بشكل عام اشتركوا في القناة